إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فأنفع الدعاء أنفع الدعاء يعني الدعاء الذي ينتفع به صاحبه أكثر من غيره أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته الآن حينما ندعو هناك نطلب الله عز وجل ولكن غالباً ما نسأل الله عز وجل أموراً محسوسة أو أموراً مادية أو أموراً دنيوية كانت لبوا الله عز وجل اللي شافينا كانت لبوا الله عز وجل اللي يفسع لنا في الرزق كانت لبوا الله عز وجل بشي يكونوا أولادنا مثلاً صالحين برارة كانت لبوا الله عز وجل بشي يستر لنا مثلاً شي وظيفة وشي كسب وشي مدخول وشي كده هذا الشي كان ديره ولكن أنفع الدعاء هو أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يعينه على مرضاته لأن قضية فعل الطاعات واجدناب المنكرات هذا أمر عسير في الحقيقة لا يظننا أحد بأنه أمر سهل ما دموش بأن إلا إحنا وفقنا الله عز وجل وكان صلي وفقنا الله عز وجل كان صوم وفقنا الله عز وجل كان بروا لدينا رهما شيء أمر سهل حينما نرى من يتركوا الصلاة من الذي يمنعه هذا كذا من يترك الصلاة وش يعني مثلا هو عنده عجز ما قدرش يوقاف ما قدرش يتكلام ما عندهش الواقت لماذا يتركوا الصلاة لأنه لم يعن على مرضات الله عز وجل فينبغي أن تسأل ربك عز وجل أن يعينك على مرضاته أن يعينك على مرضاته باش نعرف فائدة هذا الدعاء اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ رضي الله عنه يعني سبحان الله عجيب اللهم أعني على ذكرك أنت تفتقر إلى الله عز وجل بأنه لا حول لك ولا قوة فإن لم يعنك على ذكره سبحانه وتعالى كنت من الغافلين وإن لم يعنك على شكره كنت من الكافرين لنعمه سبحانه وتعالى وإن لم يعنك على حسن عبادته كنت ممن يسيو العبادة ولا يقيمها على وجهها ويرائي فيها ويسمع فيها وهكا فلا تقبل منه وترد عليه عياذا منه إذن ابن القيم يقول أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب يعني أفضل ما يهبك الله عز وجل أن يسعفك بهذا المطلوب يعني أن يجيب طلبتك يعني انتك اطلب الله عز وجل أن يعينك على مرضاته والله عز وجل يهب لك ذلك ويستجيب لك وجميع الأدعية المأثورة مداروها على هذا جميع الأدعية المأثورة لأن الدعاء كله أشنفه ربي اللهم يعني يا ربي أعني على كذا يا ربي أعطيني كذا إذن تسأل الله عز وجل أن يعينك على مرضاته يعني مداروها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع الدعاء إذا بقى ابن القيم رحمه الله تكلم في مدارج السالكين ثم نقل عن شيخه كلاما يوافق ما تكلم به قال تأملت أنفع الدعاء وطبعا حينما نذكر تأمل شيخ الإسلام وتأمل تلميذ بن القيم فإننا نذكر تأمل علمين جبلين من أعلام هذه الأمة ومن أئمة هذه الأمة رحمه شيء بحالة تأملت أنا لا تأمل من هو مثلي أو دوني لا رهدارة تأمل ذي الشيخ الإسلام وحينما يقول تأملت فإن له يعني رجل أوتي بسطة في العلم رحمة الله عليه تأملت أنفع الدعاء يعني عرض للأدعية فقارن بينها فوجد أن أنفع هذا الدعاء هو سؤال العون على مرضته سؤال العون على مرضته يعني أن يسأل الله أن يعينه على مرضته قال ثم رأيته في الفاتحة ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إذا إياك نعبد طبعا هذا تقديم العامل على المعمول يفيد الاختصاص كما يذكر العلماء إذا ما قال نعبدك ونستعين بك وإنما قال إياك نعبد يعني لو قال نعبدك لاحتمل أن يعبده ويعبد غيره لكن لما قال إياك نعبد هذا أفاد الحصرة والاختصاص إذا إياك نعبد ولا نعبد سواك وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك فيما لا يقدر عليه إلا أنت إذن انظروا بارك الله فيكم قضية الاستعانة بالله عز وجل على مرضته كيف جمعها الله عز وجل في هذه الآية إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم